موسيقى يسأله أن يدخل بينهم ويصلح الحال ويشفع فيهم أنا هذا كلامي التفت جيدا أنه يدخل بينهم ويصلح الحال هذا يريد حل وهذا يريد حل ليس فيه إشكال لكن هذا عنوان ويشفع فيهم لا تناسب هذه ويشفع فيهم مع ما يقول له من تهديد ويقول له إن لم تفعل قتلناك لا يوجد مثل هذا المنطق لا يوجد عاقل لا يوجد إنسان يقبل بهذا الكلام هذا كلام مضطرب هذه معاني مضطربة لا تجتمع في مقام واحد لاحظ يريدون أن يشفع لهم ويقولون له اذهب إليه إن لم يفعل قتلناه هو والأمراء وذاك ذهب إليه ومباشرة استجاب صلاح الدين جيش الجيوش والعساكر وذهب للقضاء عليهم والانتقام منهم بعد هذا يترك كل أمر هل قبل الشفاعة أو خاف من التهديد أقول هنا يقول ابن الأثير يقول له إن لم تفعل قتلناك وجميع أهل صلاح الدين وأمرائه فحضر شهاب الدين وشفع فيهم وسئل الصفح عنهم فأجابه إلى ذلك وصالحهم ورحل عنهم أقول بالرغم من وجود كل المبررات والدوافع عند صلاح الدين لقتال وإنهاء الإسماعيلية في الشام لكنه سرعان ما صالحهم كما صالح الفرنج لكنه لا ينثني أبدا التفت جيدا قبلنا بالصلحنا أقول صالح الإسماعيلية بأسرع ما يكون وعلى كلام ابن الأثير قبل بالشفاعة بشفاعة خاله وهم حاولوا قتله وصالح الفرنج على أسرع ما يكون لكنه لا ينثني أبدا عن مواصلة زحفه وغزوه لإنهاء ما تبقى من مملكة الزنكي وهذا الحدث أحد أوضح وأجل الأدلة القاطعة التي تثبت غباء وجهل وتدليس وافتراء وكذب المنهج الداعشي التكفيري المارق ومنهج التيمية الماكر الذي يدعي أن صلاح الدين تأخر في تحرير القدس لانشغاله بقمع الشيعة الروافض الإسماعيلية لكن لا عتب عليهم لأن دينهم الكذب والتدليس والإفتراء ولأن طبعهم الجهل والغباء ولأنه قد طبعهم الجهل والغباء لكن العتب على الجهال ولو ملكوا عنوين علمية وأكاديمية الذين يصدقونهم وينكرون بديهيات الواقع والتاريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر